بهدف الوقوف مع أفراد الجيش الوطني الشادي لمواصلة عملية حسكنيد لدهر واستئصال جماءة بوكو هرام الإرهابية من منطقة هود بحيرة شاد أي سقدم أبناء قبيلة دازا نورما 30 رأس من الإبل وذلك مساهمة منهم في دعم هذه العملية الخاصة بمكافهة الإرهاب واستدباب العمن والاستقرار بربوء البلاد اليوم باكروا كلوا واقفين مال أسكرنا هنالتشات بأسمنا الكومنتي الجناز نورما الكبير صغير بر من شات وفي شات وقدمنا لهم 30 جمال ده كان شيء كله واقفين وراء الحكومة ونائي أقنجينا في ده لأله يوليهم صبر للأهل الميتين هذا وقد أشهد النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة الشادية الأميد يامرغي بيفليكس بجهود أبناء دازا نورما ووقوفهم بجانب القوات المسلحة في حربها ضد الجماعات المتطرفة وفي ذات السياق فقد قدمت الشركة الشادية للسكر 200 جوال من السكر لإصاله أفراد الجيش وننوه بأن هذه المبادرات تترجم روح التضامن والتماسك والوحدة الوطنية التي يتمتأ بها الشعب الجادي